أين طرناه على الأهل تجرينا يا معبود أين طرناه على أين طرناه على محمد وآل محمد شكرا الشيخ نتسع دقائق أولا عجبني آخر كلام الأستاذ جعفر قال اللهم صلي على محمد وآل محمد وهذا شيء جيد ألا يما والمهديين وصلم تسليم انتهى الآن أنا مداخن وقف الوقت طبعا أنا ما حبيت أتكلم في المهديين لأن المهدي أنا أريد من أستاذ جعفر في المرة الثانية الآن أعطيه مجال حتى يعرب الأئمة والمهديين طبعا هي بدل إذا بدل يعني الزهراء ليس خارجة وعندي إشكالات كثيرة على هذه إذا هو يريد كل مرة أعطي إشكال إذا يريد إذا ما يزعل عليكم الآن طبعا لأن عندي وقت متسر أولا أوقف الوقت دقيقة لا يعني كيف بدل في عطف يعني هذا موضوع آخر فكر فيه أنا مدرس لغة عربية ما يخالف أعطني عرابها بعدين معطوف يعني والعطف يقتضي المغايرة الأئمة وقفت الوقت الأئمة الأئمة شنو عرابها بدل الموقف الوقت بدل يعني يصير اللهم صل على محمد وآله صل على الأئمة والمهدين بس هذا معنى نعم أو عطف بيان يعني صل على الأئمة منهم على محمد وآله محمد منهم آله محمد قال الأئمة والمهدين بس أما الزهراء لا تصلي عليها أخاف بعدين الزهراء هذا بدل بعد من كل شيخنا نعم بدل بعد من كل بدل بعض من كل كيف الحال شنه دليلك لما أقول سافرت إلى القطيف جنوبها جيد هذا التخصيص جنوبها بدل بعض من كل رائع اللهم صل على محمد وآله محمد ذكرنا الكل جيد بعدين قلنا الأئمة والمهدين بدل بعض من كل جيد أقبل أنا هذا الكلام جميل الآن لما تقول أكلت الرغيف ثلثة يعني إيش أكلت الرغيف كل ليلة والثلث ثلث إيه لما قلت دخلت القطيفة جنوبها يعني دخلت شمالها بعض بس الجنوب فإذا اللهم صل على محمد مو كل آل محمد لا فقط المهدين بعض من كل اللهم صل على محمد وآله محمد نعود نبدأ قرأت آخر دعاكم يعني الحين وقفت الوقت ما ذكرنا عادي أنا ما عندي معنى شنو آخر دعاكم صلاته يعني لم يصلي على الزهر صلى الله على رسوله وليمت المهمين على لا معنى صلى على رسوله والأئمة ما يخالف كيف ما يخالف هناك ويخالف هناك إيه جيد هذا إشكال جيد لا هو مو إشكال جيد يعني نفس القضية يعني عادي يعني إذن نذكر من باب التغليم أنا أسحب كلامي إشكال ردي لا أولا أولا تارى إحنا شيء نتلقاه عن أهل البيت كما روي نقول هذا ما روي عن أهل البيت نقرأه كما قال ما هي الحكمة أنا لا آتي بشيء من عندي نحن نتبع لا نبتدع هذا أولا ثانيا لا مانع اللهم صلي على رسولك والأئمة الميام هذا صلاة فهل مورد صلاة مخصوص لكن في الموارد الأخرى دائما دائما نحن نقول اللهم صلي على محمد يعني الزهراء داخلة في كل الموارد فهل مورد هناك حكمة هناك بالنص نحن التزمنا بالنص لكن إذا أنا دائما دائما أخرج الزهراء هنا الإشكال وهناك إشكال قوي وأجله إلى حلقة قادمة إن شاء الله ما علي شيخنا قبل لا يبتدي الزهراء هي نفس رسول الله اللهم صلي على محمد أيضا يكتضي ذكر الزهراء إذن نقول اللهم صلي على محمد بس ليش لأن الآل كلهم نفس رسول الله نعود إلى جيد هذه يعني نعود إلى شيخ من عزيز يصير تلطيف للمناظرة طبعا هذا ليس يعني إحنا يعني البشر يخطئون البشر يخطئون لكن غير الجيد إن الإنسان يصر على الخطأ لا مانع أنا أخطئ تنبهني أنت أخطئ أنت أخطئ أنا أنبهك شي جيد يعني إحنا مو معصومين كلنا يخطئ أنا لا أقول الآن كل كلامي الآن لما أقول معصوم لا فجيد إذا أخطأت تنبهني بارك الله أعد علي جواب إشكالك في دعاكم قلتش هذا شيء مخصوص لماذا قلت هذا شيء مخصوص هكذا ورد لأنه ورد فهل مورد هكذا إحنا شنه الحكمة ما ندخل السيد اليماني لم يمنع أن نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد فقط هي أصلا تقتضيهم لكننا نقول والمهديين يعني الأئمة والمهديين لكي نثبت هذه العقيدة أن هناك مهديون مغيرون للأئمة لماذا لم يثبتها الأئمة هذا الأئمة ليش ما ثبتها كان ثبتها عبر العصور هم أعلم لا ما ثبتهم هم أعلم لا هذا خلاف قول الأئمة هم حكماء وأعلم بأمرهم هم ترك الأمر لا الآن أنتم أعلم منهم يعني اليماني الآن أعلم من أمير المؤمنين لماذا أمير المؤمنين ما أراد أن يثبت هذه العقيدة من زمانه وكل الأئمة وحتى خلاص يصير راسخ عند الشيعة لماذا أزيل المهديون من كل الصلوات في كل الأدعية كل الأدعية ليش لا جواب علمي زين نعود نعود ما عليش روايتنا اللي اليوم قلنا عنها صلي على أولاة عهده والأئمة من بعده والروايات التي سوف نأتيك بها قادما وصلي على القائم وعلى الفاضلين المهديين من ولده هذه بيّنت أنا جاوب لا رح نبيّن يعني المستمع يحكم على هذه المناظرة وأنا أتمنى طبعا من المصورين أن المداخلة هذه لأخذ الرد يعني تحذف ويبقى المناظرة بما هي المناظرة مهمة دي فيه فوائد علمية ما تحذف ما تحذف أولا أستاذ بادر لا يدخلوا الجمهور في الموضوع لا 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 طيب ما يخالف رجعنا الجمهور رائد الوقت موقف ونحن من بعد جملة اعتراضية يعني كل ما يدور داخل المناظرة يثبت ولا يحذف ليش يحذف ما يحذف لا أبراحتك طيب تفضل شيخنا هو من بعد أنه لا يتشتت يعني يسامع علشان يسمع آخر أدلتنا ويسمع ردك سامع ويستفيد ما علي المصورين إذا بتحطوها بعد رده علشان يكون الردود متواصلة لا 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 فلا بأس يعني كما هي لا يحرف في التصوير شيء لا يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يفبرك كما هو كما هو لكن بعد يعني خلو هذا صار صار تغيير كيف كما هو لكن نشيل هذا ونحطها بعد نفس الشهر الآن بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر